إذا نحكي عن القطين وأدي فيه له كمان فوائد ممكن أن ناخدها بمجرد أن ناكلها ويفيد جسمنا بالفعل صح بتعرفي ليلك العديد 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 من الأشخاص ما بتعرف أدي إحنا عنا فوائد غذائية ببعض من الأغذية الكتير بسيطة إما إن كان إضافتها بشكل خام على الأطعمة أو حتى إنه نحن نحطها على الفواكه على اللبن على المأكولاتنا اليومية عن جد بتعطينا قيمة غذائية كتير عالية أول شي فيه العديد من الفاكهة المجففة فيها نسب عالية جدا من الفيتامينات فيها نسب عالية جدا من المعادن ومن الضروري أنه أنا أدرجها ضمن نظام الغذائي ولكن طبعا بكميات قليلة لحتى ننتبه لكميات السكر والنشويات اللي بتكون موجودة فيها بالعادة الفواكه المجففة تجفف بالشمس فعادة ما بينضاف لها سكر ولكن في بعض من الحالات بضيف لها سكر لحتى تحافظ على الطعم وتحافظ على اللون فبننتبه أنه نحن الفاكهة المجففة اللي عم نشتريها نكون متأكدين إما أنه نحن بنقدر نجففها بالبيت على فكرة أو إذا لا بنقدر أنه نحن نتأكد أنه نحن عم ناخد فاكهة مجففة ولكن بدون استخدام السكر بهاي الطريقة أنا بأخذ قيمة غذائية عالية وبنفس الوقت بحافظ على الفيتامينات المعادن اللي بتكون موجودة فيها نعم يمكن رنت كمان اليوم نحكي عن خلطة اللي هو القطين مع زيت الزيتون زيت الزيتون وأدي فيه له فوائد على جسمك سحح بتعرفي ليلك كتير كتير مفيد أنه نحن ناخد زيت الزيتون على شكل يومي بس بشكل مبسط رح أحكي عن زيت الزيتون واختلافه عن الزيوت الأخرى معظم الزيوت الثانية بتحتوي على دهون غير مشبعة متعددة التسلسل نحن نسميها polyunsaturated fatty acids الاختلاف اللي موجود عندي والمميز بزيت الزيتون أنه يعتبر دهون غير مشبعة ولكن حادية التسلسل monounsaturated fatty acids هذا النوع من أنواع الدهون بحفز الجسم على حرق الدهون الموجودة بالجسم أكثر فاستخدامنا لزيت الزيتون هو صحيح عالي بالسعرات الحرارية مثل أي زيت عادي المعلقة الصغيرة الوحدة بتحتوي على 45 سعر حرارية فإذا بنحكي عن معلقة الطعام فبتحتوي على 135 سعر حرارية أو بتتراوح صراحة ما بين 120 إلى 135 سعر حرارية ولكن أنا كشخص ما باعتمد كتير بحياتي على السعرات الحرارية بقدر ما باعتمد على جودة هاي الأطعمة صح أنها بتعطيني سعرات حرارية عالية ولكن هاي الدهون الغير مشبعة أحادية التسلسل تحفز الجسم على استخدام الدهون المشبعة المخزنة بالجسم فبنشوف أن الأشخاص اللي بتاخد زيت زيتون بيكون عندها مستويات الكوليسترول السيء أقل ومستويات الكوليسترول الجيد أعلى وهذا كمان أحد فوائد الدهون الغير مشبعة حادية التسلسل بحيث أنها ترفع من مستويات الكوليسترول الجيد بتخفض من مستويات الكوليسترول السيء بالإضافة أنها بتحفز الجسم على استخدام الدهون المخزنة بالجسم فأخذنا لزيت الزيتون على شكل يومي يعتبر أساس بشوف كثير أشخاص بنظامها الغذائي ما بتدرج زيت الزيتون فبالتالي كثير فكرة حلوة إذا نحن بنقدر نجيب القطين اللي هو التين المجفف بنقدر بس هيك لو نعمل فيه فتحة صغيرة باستخدام السكين وبعدين نحطهم كلهم بمرطبان مع زيت الزيتون لحتى زيت الزيتون تتشربوا هاد القطين أخذ وحدة يوميا الصبح بكير على معدة فاضية أول شي بيساعد بشكل كبير للأشخاص اللي بتعاني من مشاكل بالإمساك لأن القطين بيحتوي على نسب عالية جدا من الألياف وكمان زيت الزيتون بيحفز الجسم على حركة الأمعاء تكون أليا أسلس وكمان بيحفز الحركة الدودية واللي هي انقباض العضلات ثانيا القطين فيه نسب عالية جدا من الفيتامينات والمعادن فإحنا مناخد فيتامينات ومعادن على معدة فارغة وثالثا أخذنا إلو كل يوم بيساعد الأشخاص لعندها مشاكل في نقص الحديد بحيث أن الفاكهة المجففة تعتبر مصدر لا بأس به إلى جيد من مصادر الحديد فإحنا هيك كمان مناخد فيتامينات معادن ألياف وكمان بيساعد على الهضم بشكل كبير يمكن رند هاي وحدة حلوة يعني من الوصفات بس هل ممكن كمان ندخل يعني إحنا متعودين على الفواكه المجففة كمان ممكن نحطها بالسلطات واللي بتحتوي على زيت الزيتون أشي كمان وصفات ممكن إحنا ناخدها بعين الاعتبار لأنه ممكن إذا إحنا من نحكي عن موضوع زيت الزيتون مع القطين بتحس إنه غريب كيف بدأ دخلهم مع بعض ولكنه فيه وصفات نعرف إنه كتير زاكي عن جد عن جد زاكي هي الفكرة من اختلاف ليلك الوصفات اللي بتحتوي على زيت الزيتون والقطين وإنه نحن ناخده لحاله إنه عادة الوصفة بيكون فيها أكثر من مكون كلهم مع بعض الجسم رح ياخدهم كجروب رح يمتصهم كلهم كأكثر من فيتامين أكثر من معدن وأكثر من مصدر غذائي ولكن أخذنا لما مناخد زيت الزيتون الصبح بكير على معدة فاضية ومناخد مع القطين هذا أول شيء عم بيفوت على المعدة فأكثر شيء رح يكون امتصاصه عالي بحيث إنه الجسم رح يتعامل معه كأول مصدر غذائي أنا بأخذه فهيك أنا بأخذ pure benefit بعرف زيت الزيتون ما بيقتصر فقط فوائده على فكرة إنه نحن بنرفع الكوليسترول الجيد بنخفض مستويات الكوليسترول السيء أو إنه بحفز الجسم على الهضم بطريقة أفضل حتى الأشخاص لعندهم مشاكل بالركب مشاكل بالمفاصل أخذهم لو زيت الزيتون الصبح بكير على معدة فارغة شافوا تحسن كتير كبير في بعض من الأشخاص بحسوا بالحرقة إذا بيأخذوا زيت الزيتون لحاله فعشان هيك دمجه مع الفاكهة المجففة بيعمل زي معادلة للأشخاص ما بين إنه هو فيه نسب أحماض جيدة وكمان بنفس الوقت الفاكهة بتخفف من الحرقة اللي ممكن نشعر فيها بالمريء بسبب زيت الزيتون لحاله فهي الفكرة ليلك إنه فيه وصفات عديدة تحتوي على القطين وزيت الزيتون والفواكه المجففة ولكن اليوم فكرتنا من أحايا الفقرة بالأخص إنه نحن ناخدهم صبح بكير على معدة فاضية بحيث القطين ياخد وقته ليتشرب زيت الزيتون وإحنا هيك بناخد كل الفائدة الغذائية الصبح بكير على معدة فاضية نعم طيب إيراند يمكن ذكرتي بأنه ناخد يعني حب من القطين المنقوع بالزيت على الريء ولكن إذا ما نحكي عن حصص هل كل شخص لازم ياخد حبه والله السعرات الحرارية في حدا من يسحب ياخد واحدة تاني يفرضون إذا عزب يشوف هلأ الفكرة هون إنه إحنا عم نحكي عن محتوى بالسعرات الحرارية كتير كتير عالي لأن إحنا عم نشرب فاكهة مجففة بزيت الزيتون فبنا نتبه للكميات صحيح إنها مفيدة جداً وذات قيمة غذائية عالية جداً ومنصحة كل اليوم عم بتابع الفقرة إنه عن جد بالبيت مرتبان صغير نعبي زيت الزيتون أطع القطين هيك بس يدوب هيك نفتحه شوي بالسكين لحتى يتشرب زيت الزيتون أكتر ونحطه ولكن لما بدنا ناخد واحدة في عنا مصفيات صغيرة بتكون زي مصفاية الشاي نحط فيها حبة القطين لحتى ينزل شوي منها زيت الزيتون رجع على المرتبان لما ناخد كل هاي السعرات الحرارية وناخد حبة واحدة يومياً كحد أقصى لأن السعرات الحرارية اللي فيها كتير عالية واللي بيجيب بالقطين وبظلوا يأكل فيه منقوع بالزيت ومنقوع بالزيت نسو بدنا أعب زيت عشر السعرات الحرارية بسدق ولكن منقوع بالزيت إحنا عم نحكي عن كمية عالية جداً من السعرات الحرارية وخاصة أن القطين بتشرب نسبة عالية جداً من زيت الزيتون بشكل مبسط وسريع لحتى نذكر الفوائد الغذائية من هاي الوصفة رح نقدر خلال استخدامنا للقطين مع زيت الزيتون نساعد الجسم على رفع مستويات الكوليسترول الجيد وخفص مستويات الكوليسترول السيء رح نساعد الأشخاص على تريين المفاصل تقليل من مستويات الالتهابات بفضل احتواءه على نسب عالية جداً من المضادات الأكسدي وكمان رح يساعد الأشخاص بشكل كتير كبير على الحماية من الأمراض المزمنة بفضل احتواءه كمان على مضادات الأكسدي وأخيراً كمان رح يستفيدوا الأشخاص المعرضين بهشاشة العظام لأنه كمان بساعد بشكل كتير كبير على إعطاءنا الفيتامينات اللي بتدوب بالدهن ووجود زيت الزيتون بساعد امتصاص هاي الفيتامينات بطريقة أفضل نعم طيب رنت كمان في استفسارات مرات بتكون حول هذا الموضوع مش بس يعني إحنا من نحكي أوكي بدنا ندخل على النظام الغذائي ولكن فرضاً في ناس ما بقدروا خلاص بيصحوا الصبح بيروحوا ع دواماتهم ما بيأخذوا القطين تبع حما بيأكلوا ممكن إنه فرضاً نستبدله على إشي على العشاء على وجبة زي هيك ولا هذا لأ لازم نأخذوا صبح نعم في الجولدن ستاندرد أفضل شيء إنه نحنا نبلش بهاي الأغذية على معدة فارقة هلأ بفهم إنه كتير أشخاص بيشتغلوا وما عندهم متعة ما بقدر يأخذوا المرتبان ما حم على الشغل نقدر أكشولي بتعرفي إنه بتقدري إنه بالمكتب تبعك تحطي مرتبان صغير زيت زيتون وقطين منخلي عجنب بس أنت أجيب مرتبان لإلك بالقناة أحضر مرتبان لون فيه تحطي بمكان هيك يعني كمان ما يتعرض للشمس هذا أساسي بس عن جد تعرفي ليلك أنا دائماً بقول إنه تغييرات كتير 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 بسيطة وحياتنا إلها مفعول كتير كبير على صحتنا فمش غلط إنه نحنا لو ما كان عندنا هاي البريفليج إنه أنا أحضر بالبيت لو أخذهم معي على المكتب وخاصة إنه لما نحن نحط أي شيء بزيت الزيتون بيحفظه من البكتيريا من الفيروسات لأنه زيت الزيتون بيعمل طبقة عازلة ما بين الأكسوجين والأغذية فبيمنع تفاعل هاي المايكروبات اللي بتكون موجودة فيها وفي بعض من الحالات بخلصنا منها فإحنا بنقدر إنه نحنا نحفظهم بالمكتب فنفس البروتوكول اللي أنا دائما بنصح فيه إنه نحنا نبلش نهارنا بكوب من الماء الدافئ بعدها ممكن ندرج القطين مع زيت الزيتون ناخد حب التمر إذا نحنا حبينا نستبدل بعدها يتيجي القهوة ما تيجي على معدة فارغة من بعدها ناخد وجبة الفطور بساعة أو ساعتين هذا الشيء ممكن إذا نحنا ما قدرنا نلتزم فيه بالمنزل إنه ممكن نعمله بالشغل ولكن هي الفكرة فقط تنظيم ليوم واحد يعني أنا بحتاج قل من يوم إني أنا أحضر هالأشياء ولكن فائدة غذائية كتير كبيرة لما بعد رنت بقدر أفتي وأحكي يعني ووصف تاني إنه ما منقدر ناكل ما منقدر ناكل يقطيني لحالها وبمعلقة زيت هي بلا بتقدري إذا بتحبي إنيك تألي لسعرات الحرارية بس صدقيني الطعم لما يتشرم اليقتين زيت الزيتون وهيك يعني ياخدوا وقتهم مع بعض غير شكل عن جدا كم يوم لازم نظلنا ناكل ناكل ثاني يوم يعني بس بنعملهم اليوم أوكي وثاني يوم بنقدر ناكلهم وكل مثلا أسبوعين نعمل كمية هنا بينباعوا عادة يقطين بيكونوا سوا بحبة آه بالضبط فأربعة عشر الحبة خمسة عشر الحبة بيكونوا فبضاينوا أسبوعين كل أسبوعين بنقدر نجدد وبنقدر نستخدم حتى نفس زيت الزيتون مش ضروري إنه نحنا نرجع نجددوا كل الاستخدام نعم نعم إذن شكرا لوجودك معنا رندد ديسي أخصائي التغذية العلاجية شكرا على المعلومات شكرا على الوصفات شكرا للك ليلة شكرا للمشاهدة